السؤال بخصوص فيروس كورونا كيف غير قواعد المناظراء الأمريكية الأولى؟ نعم حسين كان الموضوع ضاغطا جدا على الرئيس الأمريكي كما ذكر بايدن في ظل أكثر من 200 ألف وفاة وأكثر من 7 ملايين إصابة حتى لدى السؤال عن الموضوع العنصري والتعامل مع الأعراق الأمريكية أو ما يعرف بالماينوريتي الأقليات الأمريكية والسود حينما تحدث بايدن قائلا أن واحد من كل ألف أمريكي أسود يموت بهذا الفيروس وأن العدد مرجح للارتفاع النسبة قد تكون واحد إلى كل 500 إذا ما استمرت الأمور على هذا الحال أيضا هناك يعني بايدن جرى ترامب إلى ساحة المعادين أو المناهضين للعلم حينما وصفه أو دفعه بهذا الاتجاه لأكثر من مرة واستغل أيضا جو بايدن حالة القبول لدى الكثير من الأمريكيين لدكتور أنتوني فاوتي فيما يتعلق بتصريحاته وتوجيهاته العلمية لمواجهة خطر هذا الفيروس نعم فيروس كورونا قاد الرئيس الأمريكي للحديث عن أرقام قد تكون أكبر فيما لو لم يتخذ إجراءات معينة وتحدث الرئيس أيضا عن معارضة جو بايدن في وقت سابق لموضوع حظر الوصول أو حظر الدخول للصينيين في وقت مبكر طيب دعني أنتقل إلى